السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة في فيديو اليوم نشوفه طريقة تغيير كلمة سير الخاصة بمدام الكاتجي بي 310 أس 927 الخاص باتصالة الجزائر كان بزاف من الاخوة ما يعرفوش يغيروا كلمة سير لهذا المدام نوري لهم طريقة سواء عن طريق الهاتف أو الحاسوب نفس الشيء المهم تنجح معك عن طريق الهاتف لمن لا يملك حاسوب كذلك عن طريق الحاسوب لمن ار اول شيء لازم تتصل بالشبكة على الوي في او تربط عن طريق الكابل لا يهم نفس الشيء تنجح معك سواء عن طريق الكابل او الوي في دخل المعلومات من اسفل المدام هذا هو كلمة سير الخاصة بالمدام التي تبدأ بواحد الامر الثاني بعد ذلك تروح مباشرة المتصفح لا يهم اي متصفح سواء جوجل كروم او فايرفوكس او مثل هذا ميكروسوفت تدخل المتصفح بعد ذلك تروح ال الاي بي ادرس هذا هو المكتوبة اي بي تعود الدخل هذا العنوى 192.168.8.1 تدير 192.168.8.1 وتدير موافق او انضخي بعد ذلك تخرج لك هذا الواجهة الواجهة تخرج لك سواء بالعربية او بالفرنسية اخليها بالعربية احسن انا ندير خطوة بخطوة لانه كان بزاف من الاخوة ما يعرفوش هذا التفاصيل بعد ذلك تروح للاعدادات الاعدادات تخرج لك هذا النافذة تسجيل الدخول اسم المستخدم ادمين تخلي كيماره وكلمة المورو تديرها تصيبها تحت المودام باسورد ادمين تعود تكتب ادمين بحروف صغيرة وليست كبيرة ادمين وتدير تسجيل الدخول بعد ذلك تدخل هذه هي الاعدادات وانت روح تروح لهذه دبلو فيلان دبلو فيلان بمعنى الويفي او ويرلس لان الان تروح لاعدادات دبلو فيلان الاساسية اضغط عليها تخرج لك هذا الاختيارات اول شيء اذا كنت تحب تغير اسم الويفي مثالا هذا هو اسم الويفي اللي راه يظهر لك هنا اذا كنت تحب تغيره تكتب هنا مثالا انا هندير بثلثمية وعشرة مرتين بثلثمية وعشرة بثلثمية وعشرة بثلثمية وعشرة هذا هو الاسم الويفي اللي راح يولي يظهر لك وضع الآن ما ندخله كما هو مفتح دبلو في بيه هذه هي كلمة سير للقديمة وش تدير جي تحذفها وتدير كلمة سير الجديدة مثل اه مثالا انا راح ندير بثلثمية وعشرة بثلثمية وعشرة كما اسم الويفي بعد ذلك تجيل هنا ودير تطبيق دير تطبيق دير تطبيق جي معك نجاح وباك تفصل معك الشبكة القديمة اي اسم الويفي القديم يروح كما راكم تشوفوا افصلها معايا وباك تخرج لك الريزو جديد او الويفي جديد ودير سيكونيكتي ودير كلمة سير الجديدة بثلثمية وعشرة بثلثمية وعشرة تتأكد من الكلمة ودير سويفون كما راكم تشوفوا اصبح متصل بالشبكة الجديدة تجيل الصفحة اللي هنا ودير اكتواليزي كما راكم تشوفوا هذا بخطوة بسيطة كان بزاف من اخوة طلبوا مني كيفية تغيير كلمة سير الخاصة بثلثمية وعشرة كنت درت من قبل على الموديل القديم او 51-72 الان قدرت ندير على هذا النوع وراني يدير بزاف فيديوهات فيما يخص موديمات الكاوتجي في القناة التاعي خليلكم الروابط مثلا ندرت على كيفية صنع لونتين لزيادة الاشارة هناك فرق راهيب في استعمال هذا اللونتين ننصحكم بالصنعة بطريقة بسيطة وشرحت كامل الخطوات في الفيديو اي واحد بإمكانه يخدم هذا الموديل هذا ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله